في التسعينيات بدأ المجتمع المدني بالظهور شخصيات لم تنتمي لأحزاب ومن خارج المنظومة السياسية لتشمل فيما بعد كل من يعارض المنظومة الحاكمة ومنظمات وجمعيات تقدم المساعدات مفهوم المجتمع المدني يبدأ يتعارف عليه في لبنان ببتداء من حراك 2015 كيفية عندنا بحطة الانتخابات النيابية 2018 وقدروا يوصلوا بس نائب واحد يلي هي بولا يعوبيان بعد 2019 نحن شفنا أنه كان فيه كتير مجموعات كل كم يوم كان عم يتأسس مجموعة جديدة كان فيه بوست بالتمويل خلال تحركات السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر خرجت أصوات من المجتمع المدني تطالب بانتخابات مبكرة لكن الاستطلاعات اليوم تؤشر إلى عكس توقعاتهم الناس هي اللي بتختار بس إذا بعد كل اللي صار الناس اللي حترجع تصوت لنفس العصابة يعني بيكون شي سوريالي وبيكون هيدا الكبوس الأسوأ باعتقد هالمرة الناس أوعى لحتعمل شر نائدة تحت الأرض لحتفجؤون وتصوت ضدهم كتير من المجموعات اللي موجودة اليوم واللي هلأ نازلة بالانتخابات هي عمليا قوى سلطة أحزاب سابقة كانت بأحزاب سابقا تتلبس لبوست المجتمع المدني كل عام الحاله أنه هو معارض ولذلك عارفين أنه الناس ما إلا بقى سقافيون عم بيلبسوا أقنعة وعم بيحملوا شعارات هي شعارات المعارضة الحقيقية فاليوم صار واضح مين اللي اللي حيشتغل للناس ولمصلحتها ومين بده يكمل يستمر بده حصانة لأنه مرتكب في حالة تشضي كبيرة اليوم بها المجموعات نحن عم نشوف خلافات عم بتصير خاصة بموضوع تشكيل اللوايح صار لسنة بقول أنه السلطة ستقوم بتشقيف المعارضة السلطة لح تقوم بعمل بكل دس الدسائس الممكنة والمعقولة والأفخاخ لتوصل لمطرح يكون فيه أكتر من لحد معارضة ونكونوا مشقفين ونبتوقعت يكون النجاح هالقد باهر لديهم وبقول لهم الرغم ذلك الناس أوعى من مكر كون وخبس كون منظمات المجتمع المدني وجمعياته عامل جديد أضيف إلى الانتخابات اللبنانية بمشهدها المعقد والصناديق وحدها تثبت جدوى تجربتهم المجتمع المدني عبارة واسعة لجأ البعض في لبنان إلى ارتداء ثوبها إلا أنها كررت التجربة اللبنانية نفسها مجموعات بدل أحزاب وخلافات بين المجموعات على ترشيحات تشبه خلافات الأحزاب على حصصهم والفارق بين الطرفين واحد إذ لا تزال مجموعات المجتمع المدني تبحث عن برامجها وهويتها حسان الرفاعي بيروت الميادين